بعد عدد من الدول الأسيوية وإيطاليا وضيف إليها كل من فرنسا، النمسا، ألمانيا، سويسرا وإسبانيا فأي إسرائيلي قادم من هذه الدول سيخضع للحجر الصحي بعد تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا رئيس الوزراء المنتهي ولايته بن يمين نتنياهو أكد في مؤتمر صحفي مع وزير الصحة أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا في إسرائيل الذي أصاب 15 شخصا انتهجنا سياسة العزل وعمل فحوصات واسعة النطاق لم تبادر إليها العديد من الدول كما اضطررنا أيضا لاتخاذ إجراءات تتعلق بالرحلات الجوية والأشخاص العائدين من الخارج عشرات الآلاف من الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي من شتى المرافق العامة كالمدارس والمطارات أرقام مرشحة للإزدياد نظرا لسرعة انتشار الفيروس وزارة الصحة الإسرائيلية من جهتها أوسط بعدم التجمهر لأكثر من خمسة ألاف شخص بالإضافة لعدم السفر إلا في حالة ضرورية بناء على هذه التوصيات الغرائيس هيئة الأركان الجنيرال أفيف كوخافي زيارة للولايات المتحدة كانت مقرر الأسبوع القادم عدا عن وقف تمرين مشترك بين الجيشان الإسرائيلي والأمريكي وعدد من الدول الأوروبية لن نتوانى باتخاذ أي إجراءات حتى لو كانت غير مناسبة للجميع فعندما يتعلق الأمر بالصحة فنحن مؤتمنون على ذلك وسنتخذ أي إجراءات صارمة الشارع الإسرائيلي لم يخفي خوفه المتفاوت من الفيروس مؤكداً أنه ينصط لأي تعليمات تطلقها المؤسسات الرسمية ذهبت لحضور مباراة كرة سلة ومنعني من الدخول رويداً رويداً يتغلغ الفيروس كورونا في حياتنا اليومية أنا أستمع إلى توصيات وزارة الصحة ولكن لم أغير سلوكي لحد الآن لأن الفيروس ليس قريب مني ولا أخفي أن الموضوع يدور في رأسي لا شك أن فيروس كورونا ككرة الثلج تكبر كلما تدحرجت ويبقى التعويل على جاهزية الدول واستعداداتها لمواجهته بشتى الطرق إسرائيل اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على الحدي من انتشاره وأرسلت رسالة طمأنة لمواطنيها الذين يتابعون أخبار الفيروس بقلق بأن حالها أفضل من حال الدول الأخرى ثروة تقرأ الحرية القدس